احنا عارفين ان الدخلية الحقيقة شغالة طول الوقت ضبطيات وحاجات ولما تشوف كده كمية الاجرام اللي موجود والسرقات والحاجات اللي موجودة في اماكن كتير اقوى في مصر الحقيقة يعني تقول احنا ازاي بنلاحق على كل كلام ده او مطلوب مننا ايه عشان نلاحق على كل كلام ده تخيلوا لما في ضبطية واحدة بس اقول لحضرتكم كده نابده سريع يعني في ضبطية واحدة من ضبطيات الدخلية تخيلوا لما يلاقوا شخص او يزبطوا شخص في الخنكة مجمع واحد وعشرين طن مواد بترولية كان ناوي يباعها في السوق السودا واحد وعشرين طن مواد بترولية ده شخص واحد بس في الخنكة اتزابط كمان مثلا تشكيل عصابي في الانطر الخيرية اتخصص في اعادة تدوير ونخل الدقيق البلدين مدعم بنرجع نقول احيانا اللي بتحصل ساعات ازمات وليه بنلاقي ساعات الدقيق متوفر او مش متوفر كان ايه كمان كان التشكيل ده بيعبي الدقيق المدعم ده داخل عبوات جديدة على انه دقيق فاخر يعني حر فبدل ما هو مدعم يعني بصوا كم جريمة في حاجة واحدة هو بيسرق الدقيق ده مدعم وبالتالي بيحرم طبعا من له الحق في الحصول على الدقيق المدعم وبعدين بيغلفوا بقى ويعملوا باكيجنج حلو كده على اساس انه هو دقيق حر فدي الحر طبعا اغلى فيروح بايعوا على انه دي حر يعني بالحقيقة يعني كتير قوي كتير كتير تعالوا شوف مع بعض كده هذا التقرير عن جهود ده وزارة الداخلية الحقيقة يعني عدد من مدريات الامن في محافظات كتيرة عملت حملات مكثفة حملات امنية مكثفة لمواجهة صور كتيرة من صور الخروج على القانون وانديت لحظة بكم مثالين حقيقة في امثلة كثيرة جدا شوف مع بعض هذا التقرير ونرجع تاني عشان عندنا تقرير اخير حنختم به فقراتنا الاخبارية نشاهد معا هذا التقرير بهدف تحقيق الانضباط في الشارع المصري وفرض سيادة القانون تأتي حملات اليوم الواحد التي تشنها مدريات الامن لتحقيق هذا الهدف وتستمر هذه الحملات على مدار يوم كامل مستهدفة كافة المظاهر السلبية بالشارع وصور الخروج عن القانون وفي مقدمتها الاشغالات والتعديات وفوضى المرور الحملات نجحت في تحقيق نتائج ايجابية من خلال ازالة التعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية وازالة التعديات والاشغالات التي تعق حركة سير السيارات والمشاة وساهم ذلك في تحقيق سيابية مرورية كاملة جزء كبير من هذه الحملات يتضمن تكثيفا للوجود المروري الفعال في الشارع لضبط كافة المخالفات المرورية من انتهاء التراخيص وصولا الى المواقف العشوائية وسوف تتواصل هذه الحملات على مستوى الجمهورية للقضاء على مظاهر الفوضى والخروج عن القانون مدرية امن القليوبية نجحت في ضبط تشكيل عصابي بمركز القناطر الخيرية يقوم بتجميع الضقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية واعادة تدويره ونخله وتعبئته داخل عبوات جديدة باعتباره ضقيق فاخر وترحيه بالاسواق للاستفادة من فارق الاسعار ونجحت في ضبط سبعة وثلاثين طن ضقيق بلدي مدعم وسيارتين نقل تستخدمان في نقل الضقيق ومنخا لاعادة تدوير ونخل الضقيق المدرية نجحت ايضا في ضبط احد الاشخاص بالخنكة لقيمه بتجميع المواد البترولية المدعمة بطرق غير مشروعة داخل فناطيس بمخزن خاص به بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء ما يعد استلاءا على الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين وتمكنت من ضبط واحد وعشرين طن من السولار والبنزين المدعم ومبالغ مالية من حصيلة البيعة موسيقى